موسيقى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه آل التكرمة والوفاء أبناء الكرام طُلب إلي أن أتحدث إليكم حديث روح ولا يمكن أن تنتعش الروح إلا بمصدر الانتعاش الأوحد كتاب الله الكريم هذا الكتاب الذي هو النص المؤسس لهذه الأمة والذي ينبغي أن ترجع إليه الأمة لأنه غذاء روحها ومنهج حياتها وقيام قوتها وهو سبب عزها ومجدها وبقائها واسمحوا لي في الدقائق القليلة الممنوحة إلي أن أستصحبكم مع سورة لا يمكن أن تجهلوها لأن السورة التي فرض علينا قراءتها والتي تصحبنا في صلاتنا والتي هي في الحقيقة منهج حياتنا لكن نخشى أن يكون تردادها سبع عشر مرة في اليوم والليلة مزهدا في معانيها لأن كثيرا ما نتعجل تلاوتها وقراءتها ولا ندري معانيها وهي معاني تتجاوز مجرد الفهم السطحي الذي يشغلنا في بعض الأحيان هذه السورة تعلمون أنها هي النص الوحيد في العالم الذي فرض الله أن يتلى ويقرأ وقوفا قبل أن يفرض الوقوف للأناشيد الرسمية في الدول هذا النص فرض الله علينا أن نقرأه تعبُّدا وقوفا لأنه ركن من أركان الفاتحة فلا تصح الصلاة إلا بالفاتحة ثم القيام لقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة فنحن الأمة التي تقف تحيةً لهذا النص واستعدادًا لفهمه وتعلمون أن الوقوف هو علامة عظائم الأمور لأن هذا النص يا أبنائي جمع أوصولًا أساسيةً هي التي أتاحت أن تسمى الفاتحة فاتحةً الفاتحة سميت كذلك لأنها تفتح الكتاب تلاوةً فهي الصورة الأولى المقرؤة في الكتاب وبعدها البقرة إلى أن نصل إلى الناس لكنها سميت فاتحةً أيضاً لأنها تحمل مفاتيح معاني القرآن فهي فاتحةٌ للمعاني التي تضمنها القرآن أصولٌ أساسيةٌ موجودةٌ في الفاتحة الحظوا معي أنكم لا تستطيعون أن تقرأوا أي جزء من القرآن في صلاتكم إلا بعد أن تمروا على الفاتحة لأن الفاتحة هي التي تنير لكم سبيل فهم الآيات التي تنتقونها عندما تؤثثون ركعاتكم الأولى في كل صلاة هذه السورة يا أبناء الكرام التي نصَّ النبي في حديثٍ قدوسي على أنها قُسمت بيننا وبين الله شطرين تتضمن في شطرها الأول الذي هو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك أو ملك يوم الدين تتضمن السورة إعلانًا عن مبادئ ثلاثٍ عظيمةٍ هي محلُّ اتفاقٍ بين البشر جميعًا أما المبدأ الأول والإعلان العالمي الأول هو أن هذا الخلق المتنوع يخضع لقانون إيجادٍ وقانون رعايةٍ واحد الحمد لله رب العالمين فالكون منتظمٌ في عوالم وهذه العوالم تخضع إلى ترتيبٍ داخليٍ دقيقٍ ولكن هذه العوالم المختلفة من عالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم الجماد وعالم النباتات وعالم البحار وعالم النجوم وغيرها من العوالم هي في الحقيقة خاضعةٌ لصنع يدٍ واحدةٍ ولترتيبٍ واحدٍ هو الذي نُعبِّر عنه التناسُق في التنوع هذا الذي نراه متنوعًا والذي تصور الأقدمون أنه يخضع لإراداتٍ مختلفةٍ فصنعوا للشمس إلهاً وللقمر إلهاً وللحب إلهاً وللحرب إلهاً وللبحر إلهاً هذا التنوع في العوالم كلها هو مرتبٌ بشكلٍ يجعله يخدم قضيةً واحدةً وهدفًا واحدًا هو قيام الكون على توازن فالذي يقول الحمد لله رب العالمين يُعلن أن هذا الكون رغمًا عن التعدُّد فيه ورغمًا عما يظهر منه من تضاربٍ هو في الحقيقة مرتبٌ ترتيبًا واحدًا يجعله يخدم هدفًا واحدًا هو الإبقاء على كيان الحياة فوق الأرض الإعلان الثاني في قوله تعالى الرحمن الرحيم هو إعلانٌ بها أن هذا النظام الكوني الذي نُشاهده متناسقًا هو يخدم الإنسان فهو خاضعٌ لإرادةٍ ربانيةٍ تجعله يخدم مصلحة الإنسان وكيانه وهو الذي نسميه بالتسخير أن هذا الكون مسخر للإنسان ومعنى التسخير أنه يقبل الإنسان ويخدم الإنسان وهو معنى الرحمة التي خلق الله وجعلها منطلق كيان الوجود جميعًا فتحلَّى بها كصيفةٍ لذاته دائمةٍ مستمرةٍ ونزَّل مئة رحمةٍ منها واحدةٌ منها بها نتعايش وبها نتراحم وبها نتحابب كما ورد في الحديث الصحيح فالمبدأ الأول وحدةُ الكيان التي تخدم الحياة المبدأ الثاني أن الحياة فوق الأرض هي حياةُ رحمة هي حياةُ تسخيرٍ للإنسان سخَّر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعًا منه وهو معنى الرحمة التي تكرَّم بها علينا أما الإعلان الثالث فهو مُضمَّنٌ في قوله تعالى مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين الإقرار بيوم الدين هو في الحقيقة تعبيرٌ عن أن الفعل البشرية خاضعٌ للتعيير وخاضعٌ للمراقبة يعني ماذا؟ أن الإنسان حرٌ مسؤول هو تعبيرٌ عن حرية الإنسان أنت حر وأنت تبعًا لحريتك مسؤولٌ عن فعلك والمسؤول عن فعله يحاسب عن نتيجة أدائه وفعله فالتعبير بملك يوم الدين هو إشارةٌ إلى الحرية الإنسانية إلى حرية الكيان الإنساني في مطلع السورة في شطرها الأول إعلانٌ لمبادئ لا يمكن لبشرٍ أن يرفضها في الكون هذا الإعلان هو إعلان المسلم وأعلان النصراني وأعلان المسيحي وأعلان اليهودي وأعلان البوذي والمجوسي وحتى الذين لا يؤمنون بالخلق كلهم يدركون أن هذا الكون يخضع إلى ناموسٍ واحد وأن هذا الكون حبيبٌ للإنسان يخدم الإنسان وأن الإنسان فيه مسؤولٌ عن أفعاله فهو حرٌ حرية مسؤولية ولذلك حق لهذه السورة أن تكون نشيد الإنسانية جميعًا لا خطاب المسلمين لربهم وحدهم حق لكم أن تعلنوها مبادئ يجتمع عليها الباشر جميعًا ليقولوا هذا ما يوحيدنا نحن موحدون أمام الشعور بوحدة الكيان الخلقي لأننا نشعر بوحدة الصانع ووحدة المربي الذي كون وخلق والذي يسوس هذا الكون غيرنا لا يؤمن به لكن يؤمنون بالنتيجة ولا يتوصلون منها إلى الخالق ثم هذا الكون بالرحمة المهدات المشدات من الله تعالى هو يخدم مصالحنا هو حبيبٌ لنا والثالث أننا مسؤولون عن التصرف فيه هذا النصف الأول يعقوبه أنا مشغول بالوقت لأن الشاشة التي أمامي لا تتكلم يبدو أن الوقت غير محدود شكراً النصف الثاني يتضمن الموقف أمام إعلان المبادئ هذا المبادئ أعلنناها قال في الحديث القدسي قُسمت الصلاة بيني وبين عبدي شطرين أو نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حبيدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال عظمني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي فإذا قال إهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل النصف الثاني من السورة هو أمام هذه المبادئ الثلاث ما هو موقفنا موقفنا أن نعتبر أنفسنا منصهرين في الكيان الخلقي فنحن نعلن العبادة يعني نعلن الإنصهار في النظام الذي أراده الله وهو نظام التناسق نظام التناسق الكوني قائم على الإرغام بالنسبة للمخلوقات لكنه بالنسبة إلينا نحن البشر خاضع للإعلان مننا أي للاختيار ما دون نؤمن بحريتنا فنحن نستطيع أن نعلن أن نمنتظمون في نطاق التنسيق الكوني وهو معنى العبادة إياك نعبد هو إعلان لانتظامنا في سلك وحدة التسيير ووحدة الاختيار في الكون لاحظوا معي أن هذا الإعلان هو إعلان جماعي وليس إعلاناً فردياً لا أقول إهدني ولا أقول إياك أعبد وأنما أقول إهدنا الصراط المستقيم ونقول إياك نعبد ومعنى الإعلان على العبادة هو اختيار من الإنسان أن يكون جزءاً من النظام الذي أراده الله للكون هذا الذي هو تنسيق فلا يصبح نشازاً عنه هو ينتظم فيه لكن ينتظم بإرادته باختيار منه لأنه يعلم أنه إذا انتظم فيه فقد ساهم في إقرار أمنه واطمئنانه هو مطالب بأن يعبد الله بمعنى أن يعمر الكون ألا يفسد فيه لأن عبادة الله هي عمارة الكون وعدم الإفساد ثم يأتي الإقرار بأن هذه المهمة عظيمة ولذلك تحتاج أن يكون الله هدفنا وأن يكون معيننا إياك نعبد أنت هدفنا إياك نستعين أنت الذي تأخذ بأيدينا لتحقيق هذا الهدف كيف يأخذ بأيدينا قفوا معي وقفة هامة في الشطر الثاني هذا الشطر هو قولك اهدنا الصراط المستقيم هذا ولب سورة وهذا مفتاحها لأن الله جعل من هذه سورة سورة الدعاء بل هي سورة المناجات كما قال العلماء وفيها طلب واحد تتخيره من مطالبك جميعا أنت تحتاج في حياتك إلى كم مطلب تختار المطلب الرئيس الذي يترتب عنه الصلاح أو يترتب عنه خلافه والمطلب الوحيد الذي نتقدم به بل هو عز المطالب جميعا هو إهدنا الصراط المستقيم أقفوا معكم هنا عند إهدنا ما هي الهداية يا أبنائي الهداية هي لب الشراء هي روح الرسالات هي هدف عمل الأنبياء والرسل هي مقصد كتبه والقرآن الجامع للكتب السابقة ينبئ عن كونه جاء لتحقيق الهداية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ما هي حقيقة الهداية التي نطلبها؟ إيش معنى نطلب الهداية يا ناس؟ الهداية يا أبنائي هي فرعان اثناني هي رقم واحد ورقم اثنين رقم واحد الهداية هي تلك القدرة التي تتوفر عندك للتمييز عندما تنغلق أمامك أبواب الفهم والإدراك الهداية تلك النورانية التي تجعلك قادرا على أن تختار في مراحل حياتك جميعا الموقف المناسب الذي ينبقي اغتياره تعلمون أن الحياة فيها حلال بين وحرام بين وهذه قضية الحلال البين والحرام بين لا تحتاج منها إلى كثير حديث لأنها مضبوطة في قائمة جاء بها الأنبياء والرسل لكن يبقى بين الحلال والحرام أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه هي التي تتطلب منا أن نسأل الله الهداية نحن نطلب من الله هداية يعني قدرة فاحصة على معرفة الأشياء على حقيقتها ومعرفة الأشياء بمآلاتها ومعرفة المزالق التي تؤدينا إليها الأشياء التي نختارها هي في الحقيقة فهم ظاهر وفهم باطن ننتقل منه من ظواهر الأشياء التي في كثير من الأحيان تغطي مصائب علينا ونحن حياتنا كلها هي قضية اختيار نحن في حياتنا جميعا بفشلنا بمطباتنا بمصائبنا الأسرية والعائلية بمصائبنا في أعمالنا في أشغالنا في دراستنا في علاقاتنا العامة في بيعنا في شرائنا في تجارتنا في كل جوانب حياتنا نحن رهينوا اختيارا مننا أنا أختار الصباح ما أفعل وأنا أختار مساء ما أفعل وأنا مسؤول عن اختياري في كثير من الأحيان يرديني اختياري ينتهي بي إلى معزق وكم من مصيبة تنزل بي وتنزل بغيري بسبب اختيار خاطئ في بعض الأحيان أستطيع أن أصلحه وفي بعض الأحيان الأخرى أجد نفسي غير قادر على الإصلاح وكم منه هو رهين نفس اختارت ووجد نفسه بعد ذلك بقليل أو بكثير رهين اختياره الذي نحتاجه في الحياة يحتاجه الأمريكي والروسي والتيلندي والكنغولي والياباني والجنوب إفريقي والشمال أوروبي هو القدرة على الاختيار وهذه القدرة هي رهينة عناصر هي رهينة عناصر ثقافة تربية علوم معارفة قيم تترسب فيك وبترسبها هي التي تعطيك الاتجاه القوين فطلب الهداية هو طلب القدرة على الاختيار هو طلب القدرة على التمييز هو طلب القدرة على الفهم الأمر الثاني وهو رقم اثنين الهداية ليست قدرة على التمييز فقط وإنما هي إرادة تنفذ الاختيار الصادق فنحن نحتاج كذلك إلى إرادة أنت في سيارتك تحتاج إلى هذه الشاشة الصغيرة التي تضبط لك المسلك الذي ستصل من خلاله إلى هدفك فأنت ترتب الهدف وتضغط على زر فتكون أمامك الشاشة دالة على الطريق الموصل هذا حسن الاختيار لكن تصور أن سيارتك لا تتحرك وأن عجلتين اثنتين ثقبتها بالطريق أو أن شجرة سدت أمامك الطريق أو أنك نعزت ونمت قبل أن تصل إلى هدفك فاضطررت لأن تتوقف فأنت في حاجة إلى تحقيق إرادة الوصول إذن الهداية هي فرع أول اختيار حسن ومعرفة حسنة وفهم حسن لكن هذه المعرفة وهذا الفهم الحسن يحتاج منك إلى تصميم وإرادة أنت تصمم تريد وأنت تقرر أن تفعل على ضوء ما تعلمه في علمك والدين جاء ليوفر لنا حسن الاختيار ويوفر بعد ذلك حسن تنفيذ القرار الإرادة المطلوبة وأعطيكم لذلك مثلاً بسيطاً هناك عبادة عزيزة علينا نحن معاشر المسلمين هي عبادة رمضان شاهدوا أن رمضان هو التكليف بعمرين اثنين من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له هاتين العبادتان ماذا تحققان أما الصيام فيحقق الإرادة لأنك تمتن عن الأكل والشرب وحلال المعاملات الممنوعة تضغط على نفسك وتقرر أن تقول لا وتقرر ذلك وحدك بنفسك دون رقيب خارجي تمتحينك الدنيا فتقول لا هذا يعلمك الإرادة في النهار تتعلم الإرادة وفي الليل تقرأ القرآن لتتبين طرق السير الحقيقية يعني لتشعر بقدراتك على الفهم والإدراك التمييز فأنت في شهر رمضان تحقق الأمرين جميعاً تأخذ بسبب الفهم الصحيح بقراءة القرآن الذي يدلك عن طريق التجارب والنظر والتكرار ومخاطبة القلب ومخاطبة العقل ينورك حتى يكون اختيارك صحيحاً وفي النهار تحجم عن الفعل الممنوع لتمسك إرادتك الهداية يا أبنائي هي تحقيق هذين الأمرين ولاحظوا معي بقي الدقائق لاحظوا معي أن الصراط الذي نختاره للسلوك إلى الله تعالى وصفه الله بكونه مستقيماً وقال بعض علمائنا أن الاستقامة هي أنه يكون خطاً قائماً أوله وآخره يمثلان الخط الأقرب للوصول فالخط القائم هو الخط الأقرب للوصول بين نقطتين وهذا صحيح في بعض المعاني لكن الله تعالى لم يكن إهدين الصراط القائم وإنما قال لنا إهدين الصراط المستقيم وصيغة المستقيم هي صيغة استفعلة استقامة ويعادة في اللغة صيغة طلب فالذي يستجلب شيئاً هو يطلب جلبه والذي يستفسر يريد تفسيراً فاستفعل عادة تستعمل في الطلب إلا في هذه الصورة هذه الصورة نسميها هي صيغة المطاوعة كأنك تقول قومت الطريق فاستقام فأنت عندما تقول الطريق المستقيم أو الصراط المستقيم أنت تقول الصراط الذي أقومه دائماً فيستقيم أقومه فيستقيم أقومه فيستقيم يعني أن هذا الصراط الذي ستحقق من خلاله الفهم الصحيح والإرادة النافذة يحتاج إلى معالجة دائمة مستمرة نحن نحتاج إلى تقويم المسار أنتم في أمريكا عندما ترسلون قمراً صناعياً إلى القمر عندما نستمع إلى كابكا نافيرل وهم يتابعون الصاروخ يقولون تم تقويم مساره تقويم المسار يعني متابعة حتى لا يحيد عن هدفه لأن هذا السائر الطائر بعوامل متعددة يحيد بعض أجزاء بسيطة من الثانية عن مساره فنحتاج أن نقويم المسار ليستقيم إذن نحن نطلب هداية فيها علم ومعرفة وفيها إرادة لكن طلباً دائماً وهذا الطلب هو الذي يجعل صراطنا مستقيماً نحتاج أن نقويمه صباحاً وظهراً وعصراً ومغرباً وعشاء أن نستطيع أن نراجع خياراتنا وكلما راجعناها رجعنا إلى الطريق الصحيح الأقوى لاحظوا معي أن الطلب طلب جماعة والهداية لا تحصل لفرد وحده لأن الفرد لا يسلم من تأثير من حوله فيحتاج أن يحتمي بالجماعة ليكون المسار أسلم لأن الطريقة فيها مفاوز لأنهي الحديث أقول إن خاتمة السورة بيّنت لنا ما هو الصراط المستقيم عن طريق المخالفة قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين الفئتان اللتاني طلب من الله تعالى أن نستبعد موسايرتهما في هذا الطريق فئة تسمى المغضوب عليهم وفئة هي فئة الظلال أبدأ بالظالين الظال هو الذي لا يهتدي إلى الطريق الذي لا يعرف كيفية الوصول إلى الهدف الذي يقف في مفترق ولا يعلم من أين مساره يعني هذا الذي ليس له الميز تحدثنا عن العنص الأول الذي والتمييز الذين ليس لهم تمييز هم الظالون الذين لم يحصل لهم قدرة على إدراك الحل الصحيح في حياتهم فهم يعيشون في ظلال لا يهتدون لا يعرفون أما المغضوب عليهم فهم الذين حصلوا لهم التمييز لكن لم يتحركوا للتنفيذ الذين ليست لهم إرادة مغضوب عليهم لأنهم يعرفون الحق ولا يسيرون إليه لأنهم لا يجشمون أنفسهم مشقة التوجه إلى الحق أبنائي هذه الصورة هي الصورة إعلان مبادئ عالمية ولذلك ورد في الحديث أنه لم ينزل مثلها لا في الطورات ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن وهذه الصورة تلازمكم هي خياركم لا تقرأوها للتبرك وإنما قرأوها للاعتبار وأدرك أن كتاب الله مفتوح الأسرار لمن طرق الأبواب ووقف بالباب وإلى الله أناب واعلموا أبنائي أن رحمة الله قريب من المحسنين اجعلوا من هذه الصورة شعاراً عالمياً وأعلم وأعلم أنه عندما نزل الإنسان الأول فوق القمر بصاروخ أمريكي أرمسترونغ وضع أمرين اثنين فوق القمر وضع علم أمريكا ووضع لوحة مكتوب عليها ترجمة الفاتحة لأن الرجل والذين أرسلوه أدركوا أن قيم هذه الصورة تتجاوز ديناً جزئياً وعلاقة قائمة على عنصرية أو عرقية وإنما هو إعلان عالمي لسلوك يهتدي الناس به إلى الطريق الأقوم قلوا آمين فالفاتحة تحتاج منا بعد أن نقرأها أن نؤمن يعني أن نحقق رجاءنا في أن نهدى إلى الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر